سلام عليكم ومرحبا بكم دايما في اطار سلسلة اسرار نجاح الحلويات اليوم اخترت لكم حلوة تشارك النقاش او كي تحبو تديروها على شكل كعك كعك النقاش كتير من اللي يديرو هاد الحلوة تصادفهم وحد المشكلة هو انو الحشو تعتمر يعني لفاخس تعتمر تجيهم ناشفة بعد ما يطيبوه الحلوة جيطرية لابات يعني لعجينة جيطرية ولكن الحشو يبس لهم الداخل في طياب هنا لتفادي هاد المشكلة النصيحة لينمدها لكم هي انكم العجينة تعتمر او التمر تعتكم كي تعجنوه من بعد بشوية تعتزيت ولا بالزبدة ولا بالمارغارين دايما ضيفولو المظهر المظهر راح يخليها الطري وما ينشفش دايما حشو التمر نديرو مزيج بين الزيت ومظهر او زبدة او مارغارين ومظهر نعجنوه مليح ونعجنوه الطري ونخلوه ينشف يعني نوجدوه قبل ما نبدو نديرو الحلوة بوقت على الاقل واحد ساعة ولا زود سواياه باش نعطولو الوقت انو يشرب كي نجو نخدموه يلا شفناه انشف راح نزيدولو القليل من المظهر هاكدا من بعد ما راحش ينشف النا و بينسور الفرس كي تديروها او الحشر كي تديروه توجوه ديروه شوية طريق ما تديروهش ناشف لانو كي تديرو هناشف ويزيد يدخل الفرن يزيد ينشف وبالتالي انتو ما كي تكونوا اعطيتولو حقو في المظهر والزيت او المارغارين من قبل ويكون شرب مليح وبعد تزيدولو وتخدموه هو طريق راح يقعد لكم طريق وما ينشفش نتمنى انو النصائح تليوم اتفيدكم واتطبقوها ورح تتخلصوا من المشكلة هادي اللي كانت عندكم انو حشو التمر كي يطبف مع الحلوة راح يجيكم يابس من الان فصاعدا ان شاء الله راح يعود يجيكم الطريق اذا اعجبكم الفيديو ما تنساوش ديرو لايك وبالنسبة لاراءكم نتمنى انكم تخلوها لي في التعليقات بالنسبة لي ما زل ما اشتركوش نتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا زر الجرس هاكدا باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله مبقى لغنقلكم الى الملتقى بحول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة